التساقطات المطارية التي شهدتها مختلف مناطق المملكة خلال الموسم الحالي تركت انتباعات ايجابية ستنعكس من دون شك على المجال الفلاحية وزارة الفلاحة والصيد البحري اكدت في بلاغ لها ان هذه التساقطات سيكون لها تأثير ايجابي على تحسين نمو الاشجار المثمرة والغطاء النباتي ومعدل ملء السدود ومستوى الفرشات المائية وكذا اقتصاد مياه السقية البلاغ اوضح ان مخزون حقينات السدود ذات الاستعمال الفلاحية بلغ نحو 7.32 مليار متر مكعب شهر فبراير الماضي مقارنة مع نفس الفترة خلال الموسم السابق ب7.88 مليار متر مكعب الوزارة دعت الفلاحين الى مواصلة الاعتناء بالزراعات الرئيسة على الخصوص من خلال القضاء على الاعشاب الزائدة والضارة واستخدام الاسمدة والمواد الكيموية الضرورية والاستعداد للزراعات الربيعية كما ابرزت الوزارة انها امنت مواد الاعتناء بالزراعات بكميات كافية وجودة عالية مذكرة بانها اتخذت في اطار مخطط المغرب الاخضر مختلف الاجراءات الرئيسة لانجاح الموسم الفلاحي الحالي من جهة اخرى اشار البلاغ الى مستوى التأمين الفلاحي الذي بلغت مساحته الاجمالية مليون هكتار كما اوضح ان الامر يتعلق بتأمين يشمل مخاطر مناخية متعددة بالنسبة للحبوب والخضر الغدائية والفواكه مضيفا ان المخاطر التي يشملها التأمين تتعلق بالجفاف والبرد والفياضانات والرياح القوية والثلوج والرياح الرملية في اطار مواصلة برنامج الضمان المتعدد المخاطر للعناية بالاشجار المثمرة والذي يشمل مساحة تصل الى خمسين الف هكتار اشتركوا في القناة